اشتركوا في القناة في الخلطة دي هنجيب 2 كيلو رمان وهنقوم بتكشيره وتخليصه من الغلاف الخارجي مع الحفاظ على مكونه الداخلي ثم نقوم بعصره في الخلاط بعدين بنجيب قشر الرمان ونغليه وبنزود عليه شوية حلبة تقريبا 100 جرام ونغليها مع الماء وبعد ان يبرد نخلط النواتج زائد عصير الرمان زائد سكر حدود كيلو تقريبا او ممكن نحط مكان السكر نصف لتر عصر اسود والكلام ده كله بنضيفه على 150 لتر مع شرب وبندل الفراغ بتاعتنا زجوة من 12 ساعة كل 3 ايام او على اجل مرة في الاسبوع والكلام ده بنبدأ فيه من عمر اسبوعين وبعدين حضرتك شوف النتيجة بنفسك هنبدأ نلاحظ زيادة كبيرة للأوزان اعلى من المعدات الطبيعية طب ايه هي فائدة الخلطة ديه اولا بالنسبة للرمان الرمان فيه مجموعة من الفيتامينات بتؤدي لتقليل حركة الامعاء فده بيساعد على امتصاص اكبر للعلف وزيادة فترة وجوده بالامعاء وتعمل الحلبة لتنشيط الجهاز الهضمي وتطهير الجسم من البكتيريا الضارة وطعت الجسم الحيوية والطاقة اللازمة لنشاط الطائر وده لانه بتعمل على تقليل التخمر في الجهاز الهضمي وتعمل على تسكين السعال والتخلص من البلغم على الصدر ده كان موضوعنا النهاردة عن الخلطة السحرية لزيادة اوزان الدواجن اعلى من معدلاتها الطبيعية نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم في النهاية بشكركم من حصن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشارك في قناة فعال الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة